تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أقيم اليوم الختامي لكأس حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى وقد أناب جلالته صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لحضور هذه البطولة التي شملت المسابقات الختامية للضاحية العسكرية للضباط لمسافة أربعة كيلومترات والرماية السنوية ومنافسات شد الحبلة العسكرية للوحدات وذلك بميدان الرماية الإلكتروني وذلك ضمن الاحتفالات بالذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وزارة الدفاع واللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة وبدأ الاحتفال بعصف السلام الملكي بعدها تم التلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى العميد الركن محمد عبداللطيف بن جلال مدير الاتحاد الرياضي العسكري كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين مشيدا بالدعم الكبير والرعاية الحثيثة التي تلقاها الرياضة العسكرية من قبل المسؤولين بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين وعلى رأسهم صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية على المستوى الإقليمي والعالمي ورفع علم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل الرياضية وبعدها أعطى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إشارة البدء لانطلاق منافسات مسابقة الضاحية العسكرية للضباط لمسافة أربعة كيلومترات والتي شارك فيها ضباط من مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وبهذه المناسبة ثمن صاحب المعالي المشير روكون الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين جهود القائمين على تنظيم منافسات بطولة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى للضاحية لمسافة أربعة كيلومترات والرماية السنوية وبطولة شد الحبل العسكرية للوحدات وشكرهم على حسن الإعداد والتنظيم مهنئا معاليه جميع المشاركين على النتائج المتميزة التي حققوها خلال منافسات البطولة وأكد معالي القائد العام أن قوة دفاع البحرين تؤمن بأهمية الرياضة العسكرية فهي عمل مهم لرفع مستوى اللياقة البدنية لمنتسبيها وتعد من أهم الصفات الواجب توفرها في العسكري وعليه دأبت قوة دفاع على تنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة ووضعت خططا تطويرية لإعداد الفرق والمنتخبات العسكرية الرياضية إضافة لإقامة المعسكرات التدريبية المحلية والخارجية للمنتخبات العسكرية وتكثيف المشاركات في مختلف البطولات والمسابقات على المستويين المحلي والدولي وأشار معاليه أن الإنجازات الرياضية التي حققتها المنتخبات الرياضية في المحافل الدولية والعالمية وكان آخرها فوز المنتخب العسكري لكرة القدم لقوة دفاع البحرين بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة وكذلك حصول منتخب ألعاب القوى العسكري لقوة دفاع البحرين على تسع ميداليات ذهبية وفضية واحدة وسبع برونزيات بالإضافة إلى برونزية واحدة حصدها منتخب الجودو العسكري ما هي إلا ترجمة حقيقية للدعم السخي والاهتمام الكبير من لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لقطاع الرياضة التي وصلت إلى مراحل متقدمة على المستوى العالمي وضف صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين مؤكدا على أن قوة دفاع البحرين مستمرة في دعم الرياضة العسكرية والعمل على تسخير كافة الإمكانيات والسبل وحثم عليه الجميع إلى مواصلة الاهتمام بالرياضة العسكرية والاستعداد للمشاركة في البطولات القادمة من أجل مواصلة الإنجازات وتحقيق المراكز المتقدمة في كل محفل وميدان رياضي للاستمرار في تحقيق الإنجازات ومواصلة رفع علم مملكة البحرين في مختلف المحافل والأنشطة والفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية وفي ختام المنافسات قام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتوزيع الكؤوس على أوائل المتنفسين وعلى الفرق التي أحرزت المراكز الأولى حيث حقق الملازم أول عمر خالد الزامل من وحدة الصيانة الفنية المركز الأول في مسابقة الضحية العسكرية لمسافة أربعة كيلومترات للضباط على مستوى الفردي وعلى مستوى الفرق أحرز المركز الأول فريق القوة الخاصة الملكية وحققت القوة الخاصة الملكية المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون بالمسدس فيما حققت الدروع الملكية المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون بالرشيش واحتلت القوة الخاصة الملكية المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون بالبندقية وفي منافسات شد الحبل وفي منافسات المحارب على مستوى الأفراد فقد حقق الرقيب محمد عبدالله جمعة من الكتيبة الخاصة 83 المركز الأول على مستوى الضباط حقق النقيب خليفة ناصر السويدي المركز الأول من الكتيبة الخاصة 83 فيما حقق الحرس الملكي المركز الأول على مستوى الفرق كما حقق الحرس الملكي المركز الأول لكأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى للوحدات المقاتلة لعام 2019-2020 في حين حققت الكتيبة الخاصة 83 المركز الأول لكأس الليقة البدنية والتفوق الرياضي لوحدات قوة دفاع البحرين فيما حققت وحدة الصيانة الفنية المركز الأول في منافسات كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى للوحدات الإدارية لكرة القدم وقد أعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن خالص تقديره للمشاركين متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في البطولات القادمة ترجمة نانسي قنقر